كمان مصدر فيه النادي الاهلي قال لنا ان مصدر كورلر المدير الفني للفريق بيفكر يلعب بتلاتة في نص الملعب مين بقى التلاتة اللي في نص الملعب لو قال يو دانج خلاص تأكد غيابه عن هذه المواجهة عمر السلية وحمد فاتح ومعهم محمد مجد عافش وراكب محمد مجد عافش هنا هيلعب تمانية مش هيلعب عشر مش هيلعب صلاة العيب هيلعب زي عمر السلية بواجبات هجومية هو عمر السلية وحمد فاتح بواجبات دفعية أكتر كرقم ست هو ده اللي بيفكر عليه فيه كمان هو استقر على ان شدي حسين هو هيبقى مهاجم النادي الاهلي في مباراة السوبر أمام نادي الزمالك هو خياره الأول في هذه المواجهة استقرار كورلر على شدي حسين في تدريبات كم يوم اللي جايين يمكن أمور تتغير بس هو شايف ان شدي حسين الآن في هذه اللحظة هو المهاجم لقم واحد في النادي الاهلي في ترتيب المهاجمين اللي موجودين الترتيب شدي حسين محمد شريف حسام حسن ده ترتيب مرسل كورلر مع النادي الاهلي بالنسبة للمهاجمين ترجمة نانسي قنقر